أكد عضو تيار الحكمة أحمد العساوي أن التيار الصدري حتى إن لم يشارك في الحكومة المقبلة سيكون له تمثيل حكومي ووزاري لافتاً إلى أن التيار يمتلك 500 درجة خاصة في مفاصل الدولة وبشان تسمية رئيس للوزراء للمرحلة المقبلة قال العساوي أن هناك مجموعة من الأسماء المطروحة ليست من بينها المالكي أو العبادي أو العامري مضيفاً أن هناك أسماء جديدة مطمئنة لجميع الأطراف أعلفت إلى أنه من الممكن طرح مرشحين من بينهم محمد الشياع السوداني وعدنان الزرفي ومحمد توفيق علاوي وشخصيات أخرى مشدداً على ضرورة إعادة تأهيل علاقة إقليم كردستان مع المركز بصورة وثيقة وأن الكلام الذي قيل عن الإقليم يجب أن ينتهي